اشتركوا في القناة هذا المؤتمر الوطني الثاني لغزب الديمقراطيين الجدو مرحبا بكم جميعا وأهلا ومرحبا الديمقراطيين الجدو هو الرئيس الحالي لغزب الديمقراطيين الجدو الأستاذ الدكتور محمد غريف هكذا إذن يكون مؤتمر جدد الثقار بصور رئيس حزب الديمقراطيين الجدو تمتده لأربع سنوات أستاذ محمد غريف رئيس حزب الديمقراطي الجدو طبعا نعقيده مؤتمرنا الوطني الثاني في إطار ما يلزمنا بالقانون هذا المؤتمر انطلق بالأمس تولتا 14 مارس تضمن مجموعة من الفعاليات بحيث كان هناك أو كانت هناك مجموعة من المحاضرات في موضوع السياسات العمومية وكذلك في مفهوم الدولة الاجتماعية هذا المفهوم أو هذا الشعار الآن الذي ترفع حكومة الحالية وكانت محاضرة تعلقوا باستعراض مضامين الوطيقة المرجعية للحزب لحيث أن هذه الوطيقة تمت حينوها كانت قد صدرت سنة 2018 والآن تمت حينوها والإخوان أعدهم جموعة من الأوراق خاصة فيما يتعلقوا بالسياسة الاجتماعية أو ما نسميه الآن في الحزب الليبرالية الاجتماعية وبالأمس كذلك تشكلت الجنة للجنة الحذيرية لعقد مؤتمر منظمة شبيبة حزب ديمقراطي الجذود هذا المؤتمر الذي تقرر بالأمس عقده في المقر المركزي بالدار البضاء في نهاية أفريل يعني أسبوع بعد رمضان واليوم اليوم 15 مارس اليوم الأربعاء نطلق الجلسة الافتتاحية ومن خلالها سنتعرض كلمة للجنة التحذيرية وكلمة منظمة نساء حزب ديمقراطي الجذود وكذلك منظمة شبيبة الحزب إضافة إلى عرض تقريرين المالي والأدبي طبعا بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وتوضيع الضيوف فسنواصل فعاليات المؤتمر من خلال المصادقة على التعديلات التي أدخلنا عن النظام الأساسي للحزب وكذلك المصادقة على أعضاء المجلس الوطني إضافة إلى اختيار رئيس للحزب وكل ذلك سينتهي باستعراض أو بعرض مضامين لبيان السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاني حسناء الخرقية عن منظمة نساء حزب الديمقراطي الجذود إيماناً الحزب ديمقراطي الجذود إيماناً منه بأهمية دور المرأة داخل المجتمع باعتبارها نصف المجتمع يولي أهمية خاصة لقضايا المرأة هذا الشي تيجي في إطار تجسيد المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية ومنها مبدأ المناصفة حيث أن حزب الديمقراطي الجذود منذ التأسيس دياله عمل على إشراك المرأة في مختلف الأجهزة الوطنية وذلك بنسبة تقريباً تقارب تولوت هذا تجسيداً منه لأهمية المرأة في المشاركة السياسية إحنا بدورنا كمنظمة نسائية تابعة الحزب الديمقراطي الجذود نولي أهمية خاصة لقضايا المرأة في أفقه تبكينها من المشاركة السياسية اليوم كانت واجدوا بمدينة بوزنيقة المرة الثالثة الحزب رأى النور في 2014 دلنا المؤتمر بينا بواحد العدد الكبير من المؤتمرين يوصل لألفين وعبعمية المؤتمر ومشاهدت الجميع في كان معتمر كبير ونوه به صاحب الجلالة اللي بعت باقية السيد داريف كشكرة المجودة لكلها وإلى جانب مناظر الحزب في 2015 لقنا المرأة الثالثة بمدينة بوزنيقة وقمنا بمؤتمر اللي كان من المستوى العالي أيضاً ونحن نلتقي للمرأة الثالثة بمدينة بوزنيقة حيث أحضرت الأشغال دي المؤتمر الوطني الثاني الحضور كان كاتيف الحضور كان فيه الجودة أكثر من العدد الشباب جميع ربوع المملكة الشباب اللي كان في ساخروا أنه هم كين تميوا الحزب ديالنق كيف قال السيد الرئيس اللي اشتغل سيستمر حق نتائج اللي كانت مزيانة بالانتخابات ديال 2021 الحزب كان احتر المرتبة 12 من أصل 33 حزب اللي شاركوا في انتخابات البرلمانية والجامعية والجهوية ولكن هذا اللي يمنع الحزب من اشتغال بوطيرة اللي تكون هي أكبر وتكون مجمودات من جميع التنساقيات في جميع ربوع المملكة باش نزيده للقدام نتمنى أنه في الانتخابات المقبلة في 2016 يكونوا من بين العشرة الأوائل على الصعيد الوطني والحزب يدخل للبرلمان ويناضل من داخل قبة البرلمان ويحاول يوصل الأفكار ديالوغ والقيم ديالوغ اللي كان طرق لها السيد الرئيس في الخطاب ديالوغ ولا تفني الفرصة أن أهني السيد الرئيس اللي تم انتخابه لولاية ثالثة قام مجهود كبير في الولاية الأولى والثانية وكان نتظروا أن سيد الرئيس والمناضلين للحزب أنهم يشتغلوا أكثر نناضلوا جميع أكثر باش نزيدوا بهذا الحزب وقدم ونكونوا الحزب اللي غير قدم شي حاجة كبيرة وخدمة كبيرة لهذا الوطن اللي عزيزينا بساف شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك